موسيقى هاي اهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخ فافي مطبخ فافي النهاردة هعمل لكم اكلة جديدة فعلا او هي قديمة قوي بس محدش بيعملها دلوقتي هنعمل مساقعة القلقاس وهنعمل في نفس الوقت برضو نعمل سنية من قلقاس بس باللحمة المفرومة بيبقى طعم جميل قوي فهقول لكم الانجريدينت اللي عندنا عندنا قلقاس طبعا القلقاس اللي موجود هنا اللي هو مكسيكان قلقاس او مكسيكان طروا روت كبيرة قوي زي كده جبتلكوا قلقاس تاني بالشكل ده جربت الاتنين الاتنين نفس الطعم الاتنين طعموهم حل ده بيستوي اسرع شوية من ده بس الاتنين طعموهم نفس الطعم عندي تقريبا كباية هستعملها في الاتنين في المساقات القلقاس وفي القلقاس اللي هو باللحمة المفرومة بس من غير صلصة فيه تقريبا 2 باوند برضو للاتنين انا هسويهم مع بعض وفيه كباية من عصير التماطم عندي بصلة كبيرة مفرومة تقريبا نص او ربع كباية كسبرة خضرة خمس ست تمات القلقاس طبعا انا اقشرته وقطعته مسلسات لمسلسات المسلسات احسن اما بنيجي نعمل مساقعة او اي نوع تاني من القلقاس بيدخله في بعض فما بيقباش فيه فراغات في تيرا او بيقبوا اوفرلابت بعد كده عندي شوية حبهان ومستكة ومعلاقه تقريبا من الميكس اللي هو النات ميج والسينيمان نت ميج طبعا اللي هو جوستيب والسينيمان وزاي طبعا تعرفينا ده ما بحطه على اللحمة المفرومة بصدي طعمه احلى هنا فيه القاس مقطع قريدي زي ما انتو شايفين التقطيع بتاعته اها فيه عندنا شوية طوابل هنا بقى ملح وفلفل ده حسب الطلب هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم بعد كده نشوف هنعمل القاس الزي ترجمة نانسي قنقر اوكي رجعنا بعد الفاصل وهنبتدي نعمل القاس بتاعنا انا هنا عندي تقريبا معلقة سمن واحدة صغياء يعني مش مليانة قوي لان اللحمة طبعا بيبقى فيها 30% فات فانا مش عايزة حط كتير فات البصلة هحط البصلة طبعا احنا عملنا اللحمة المعصابية دي كتير قوي بس سنسل ان احنا عندنا وقت والقاس بيتحمر فنعمل اللحمة كمان عشان اورلكم انها الاكلة كلها مش بتاخد اكتر من نصف ساعة اذا عملت كله مع بعض وكده ما بتاخدش وقته خالص مع البصلة هحط شوية حبهين ومستكة وبعدين هحط الناطمج والسانما انا ما حط اللحم انا لاحزت في الناس كتير قوي بتحب تحط البصل الاول قبل اللحمة وهما بيعصاجوا اللحمة او بيحبوا يحطوا اللحمة الاول وسيرت وبعدين يحطوا البصل حقيقة انا ملقتش اي فرق بين الاثنين انا بحط الاثنين مع بعض نفس الطعم فكل حد يعمل اللحمة المفرومة او المعصاجة بالطريقة اللي يحب يعملها يعني كلهم بيطلعوا نفس الطعم فدي اول حاجة طبعا هحط اللحمة مع البصل بتعصاجوا مع بعض مثل ما قلت بحطت سمن زيارة يعني مش محتاجين سمن كتير قوي اللي يحب يحط البصل واحده او اللحمة لوحدها عايزين شوية بس لو هتعملوها بالطريقة فدي مش محتاجين ابدا تحطوا ولا سمن ولا اي حاجة هي اللحمة بتنزل الفات بتاعها anyway فمش محتاجين ان احنا نحط اي نوع ولا زيت ولا سمن ولا اي حاجة اوكي احنا هلا دلوقتي عندنا الزيت المفروض يكون ساخن عندي القلقاس اللي الان مقطعه زي ما انتم شايفين هحطو يتحمر وبعدين القلقاس مش بيحمر يعني اما يحمر يقبأ احنا سوينا زيادة اول ما يبتدي يقرمش اا يقبأ خلاص طبعا دي انا مش هحطها لانها double size احنا بنعطعه تقريبا نص سنتي فطبعا عايزينوا كله يقبأ نفس الام نفس التخن علشان اما يجو يستوي يكون نفس سوا ما يقباش واحدة نية واحدة مستوية حمر القلقاس كله بتاعنا احنا بيحمر ويقبأ طبعا راقة واحدة مش اا ويقبأ طبعا غرقين في الزيت كده هنا اللحمة بتاعتي نحط عليها النات ميج والسينيمون. المستكة والحبة هنا على فاكرة بيدولها طعم جميل جدا 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 قوي ما بنحطوها في الزمنة. بيطلع ريحة حلوة قوي وطعم جميل قوي. فبيتخلي اللحمة والسوس اللي هنحطه بعد كده التوميتو سوس والحاجات دي بيبطعمها هحلو قوي هاخد شوية السينما والنات ميج بتاعتي اللي هي تقريبا معلقة صغيرة هحطهم وبعدين عندي معلقة تقريبا معلقة صغيرة. الملح يجوى لي في اللحمة انا بحطه بعد اللحمة تقريبا ما بتقبس سوت علشان بتخلي اللحمة تسوي اسرع بس في اللحمة المطرومة بتسوي سرعة فمش محتاجة ان انا استنى الملح والفلفل اللي ااخد. حط نص معلقة فلفل اسود. ازا احتاجته تاني طبعا دي حسب الرغبة. طبعا سايبة بقى القلقاس ايه تحمر والغاية اللحمة بتاعتي ما تخلص كده بتتحمر حلو. وماكسة كويس مع البصل. هنجيب طبق نحط عليه القلقاس بتاعنا اللي هو اتحمر بورقة. ناخد الزيت الزيت زيادة. على فاكرة القلقاس مش بيشرب زيت كتير زي البتنجان. فبتطلع خفيفة عن البتنجان قوي وطعمها جميل جدا. واكلة جديدة يعني. غير القلقاس اللي كل البيوت المصرية متعودة عليه اللي هو بالسلسة. نشوف في كزا اكلة بتعمل بالقلقاس ان ماتروف هكتف هواية بيعملوا منها بانكيك وبانكيك حلو قوي ان شاء الله لو عندنا وقت تاني. في حلقة جديدة نقب نعمل بانكيك القلقاس او اضطروا الروت. في لبنان بيتعمل بطرق مختلفة. فرنسا بيتعمل بطرق مختلفة. بفي كزا طريقة للقلقاس لو عدناهم يعني مش عارفة قد ايه كتير. انا بس هنا عايزة اخلي البصل كله يندمج مع اللحمة. واسيبو يتحمل. نجيب طبق. وورق. خلع شوية الولاس اللي اتحملو. ومش هنحط عليهم حاجة وخالص. ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجة. هنحمر بس القلقاس. واللحمة قلمس طبعا بتشرب المياه بتاعتها وبعدين بتتحمر خلاص مش عايزين كتير مش عايزين نعصاجها قوي 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 علشان لسا هتدخل الفرن. هتاخد سوة تاني. بس هخلص يعني المياه او الصاص اللي هو بينزل منها. هحط باقي القلقاس. وفي الوقت ده هنعمل السلسة اللي هنحطها مع السقع. اوكي. كده خلصنا. البيسز بتاعت القلقاس. بالوقت هنعمل ايه بقى هنجيب ام طاصها تانيه. نجيب طاصها كبيرة شوية. هنحط فيها بقى ايه? اول حاجة انا بعملها. حطوا شوية زيت. علشان متقباش شيء. لقوي احنا قريضي حطشين معلقة سامنة في اللحمة. فشوية زيت معاها مش هتا يعني مش هتغير الطعم. بس علشان احمر الكسبرة والتوم. زي ما شايفين يا دوبك اللحمة اخدت وقت اه تحميره للقرس. اه يعني مش بياخد وقت طويل. اوكي. دلوقتي هنعمل بقى ايه? هجيبك كسبرة والتوم تقريبا. الربعة. طبع ممكن يتضربوا مع بعض كويسة قوية او ممكن نحطوهم كده. والتوم انا هسيب بس ايه? حطي تومة صغيرة قوية حطوها على الوش النية. طبعا ممكن نعمل السلسة دي في اول حاجة قبل ما نعمل حتى اللحمة المفرومة فكل بجهز اوكي. اوكي. سو لغاية اللي اه تومة بتاعتي ما تبتدي تتحمط. هجيب قلصانية اللي انا هعمل فيها البران بتاع القلقاس زي ما قلت البران بيقبقى بس لحمة مفرومة متعصاجة مع القلقاس مع شوية شربة. الكزبرة والتوم بس تطلع ريحة التوم. يعني انا مش عايزة التومة تقبة محروقة. بعض اشمها كده ده ريحتها جميلة جدا الكزبرة والتوم دول بحسنه طعم اي حاجة طعم بخطش كزبرة كتير عشان اللون ما يتغيرش قوي بتاع السلسة بتاعتي. هي بس شوية صغيرة تدي طعم وريحة. اوكي. كده حلو قوي. كفاية جدا. همسك السلسة بتاعتي. هحطها هنا. وهاخد خليها بس تغلي شوية. هاخد شوية شربة لحمة. خطها عليها عشان مش عايزها تقبط قيلة قوي. خط بقى عليها شوية ملح وفلفل. نحيقها بقى حلو كده. رشة ملح. طبعا ده برضو بيرجع لانتيست بتاعكو. والشربة طبعا فيها ملحة برضو فمش هنكتر قوي. خط شوية فلفل اسوت. ربع معلقة كده. لقلقاس بتاعي هنا. كفاية عليه كده. هدي القلقاس بتاعنا خلص. هاتكين. ونشيل الزيت من على البتوغاز عشان ما يعملش مشاكل. للبتوغاز عشان هعمل ايه? هاخد بقى شوية من اللحمة اللي احنا عصدناها دي. طبعا اللحمة المفروض تكون ايه بقى تزال فل. اهي. قبل ما نحطها هندقها. نحتاجة ملح. نحط لها رشة ملح. وندوق بردو. نصص بتاعنا. نصص مزبوط حل. بس هنزويب له شوية شربة تاني عشان مشايزه. هزيه بأخط من كده شوية. هحط بقى ايه? كمية من اللحمة المفرومة هنا المعصاجة اللي عصاجناها. كما انت تعرفوا اللحمة عصاجة امتى ما تشوفوا السمن بتاعها نزل. فكده تقبقى just right. نص اللحمة تقريبا. افتح عليها بردو تاني. واخدها ايه? تقليبا. في الساس. كده قوم بتاعها كويس قوي. نجيب بقى ايه? دقيقة صغيرة. نعمل فيها. القلقاس بتاعي. اول حاجة طبعا. هاخد شوية من السوس. حطهم تحت كده. مش كتير يعني شوية زيارة كده. عشان القلقاس بتاعي متحرقش. هاخد القلقاس اللي انا حمرته. بيترس طبعا بري ايزي. المثلسات في الحاجة المدورة بتترس كويسة جدا. بتاخد الرأسة مضبوط وسريعة. بيترس كويسة جدا. المثلومة المثلومة المعصاجة بتاعتي دي. حطها فوق القلقاس. ونحط طبقة تانية. نغطش بيها اللحمة. ثلاث طبقات حلو قوي. more than enough. او زي ما انتو عايزين ممكن اربعة. يعني مش هتفرق قوي في الطعم. يعني الطعم حلو. بيابق احلى كمان طبعا ما بتابق كزا طبقة اكتر. بس احنا عشان وقتنا نعمل تلاتة. حط تاني. شوية من اللحمة المثلومة بتاعتنا. شوية من الصاص. اوكي. شكين يعني ما غطيها تقريبا. ناخد بقى ايه طبقة اخر طبقة. في الحفلات طبعا بتقبأ جميلة جدا. اا لو تقلبت بيبى شكلها حلو قوي. بس احنا هنعمل هنكتفي ان احنا عملنا. عملناها بالشكل ده. اللي بتتقلب بيبى شكلها حلو قوي. اللي هي التانية. اللي باللحمة المثلومة بس. بتتقلب وبيبى شكلها حلو قوي. بس بنحط اللحمة من تحت القوي. لو لا عايزين تزوقوها باي حاجة. بنزوقها على الوش. بفلفل ممكن بطل. اي حاجة. فبتدي شكل جميل قوي. وطعم رائع. اخر واحدة دي هنحط بقى ايه. كل كمية الصاص اللي عندنا. بالسيلانترو بكل حاجة. و ايه. ندخلها الفرن. تقريبا تلتمية وخمسين فرن حامي بتاخد هافا ناور. ودايما لازم نشقر عليها. ونشوف ان هي. اه. يعني. عايزة مية او مش عايزة مية. اه. على حسب الفرن بتاعنا. اه. اللي بيحصل معها. منسبهاش. المية بتاعاتها تنشف. تتحرك. اخر حاجة هعملها. هدور على حاجة. ازوق بيها الوش. وارجعلوها. قبيلات تجمع. بيعها. انا ما لقيتش حاجة غير عندي طبعا فلفل خلي الحمرة للسنية التانية هعمل هنا السفرة دي كده هنحطها على الوش كده بشكلها نايس وبقى ما بتستوي وممكن نقطع منها ترنشات كده فاست كده هطوهم النسايد تطلع شكلها حلو هغطيها وادخلها الفرن بتاعي هدي الغطا دخلت اه دي خلصت خلاص اذي واحدة التانية اسهل من الاولانية هجيب برضو ايه طاسة تانية واعمل ايه بقى؟ الشربة بتاعتي لازم تكون طبعا متحيق انا محيقها وكل حاجة حطا فيها كل حاجة حطا نطمج وسنمان وحطا فيها شوية من حبهان ولت البت في مستكة اه هغلص شربة دي خليها تسخن كويس عندي برضو شوية تاني من القلقاس انا محمرهم قردي نفس التحميرة اللي احنا حمرناها طبعا دول خلاص انا حبيت اوارلكو انواع القلقاس بس عشان تعرفوا الانواع الموجودة في السوق هعمل ايه بقى؟ هجيب تري زي كده على الشربة بتاعتي ما تغلي همسك اول شوية برضو هرصهم لو احنا هنقلب التري او عمدينو في حاجة مدورة هنحط لحمة وفرومة من تحت وبردو اه مثلا لو عايزين اي زواء اه فلفل اي حاجة هتحط من تحت الاول بس احنا دي مش هنقلبها فانا ايه هرص القلقاس بتاعي شايفين المثلسات بقى بري نايس بتترس حلو قوي وجنبها بعضها بتطلع يعني ايه منظمة نخلي صغير للاخر وجنبها 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 طبعا ازا عندكم وقت تتعرضوا وترسوا بقى ايه حلو كده انا حبيت بس اوريلكوا ازاي بترس اول واحدة وبعدين الباقي بقى ايه نحطه زي اي حاجة مش مهم يعني ممكن ممكن يترس كده اي حاجة بس هو مصف بيقى بقى ايه مرسوس كويس واخد طبقة كويسة يعني مليانة اه بمناسبة القلقاس كنت بقى اقرأ على القلقاس لقيت ان القلقاس ده المادة المخاطية اللي الناس كلها بتحاول تخسالها وتوديها تلع ان هي فيها انزيم خرافية مفيدة جدا للمعدة والجهاز الهضمي وبيقلل سرطنات كتير جدا وخصصا في البروستيت اه فيه فوايد كتير جدا 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 ومليان 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 فيه كاربوهايدريت اللي احنا عايزينها يعني مليان حاجات كويسة فموضوع الناس بتحب تخسل القلقاس دي ما لقاش اي معنى عملنا القلقاس الاخضر قبل كده وزي ما قريتكو اول ما بيتحطوا في الماء السخنة او الشربة السخنة ما بيقباش موخط حالص والمادة اللي هما بيقول عليها سمة دي ما ارتقباش موجودة هي مش سمة هي بس بتوجع البطن اللي هم اتاكل ناية اه في القلقاس ده ما يتغسلش بتقطع يتنظف كويس ونحمره اللي ان احنا عايزين نخلي المادة اللي هي اه المخاطية دي اللي الناس بتخاف منها قوي عايزان هتقبقية موجودة وتقدروا طبعا تقروا على القلقاس هتلاقوا فوائده كتيرة جدا 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 اوكي يشتدي اقولكو في اللي هي المسقعة دي انا هاخد التومة الاخرينية دي بتقبق طعمها حلو قوي ما بتتحط على الوش كده بتنزل طبعا في الصلصة بس التومة الناية بتدي طعم جميل جدا فكنا مخليينها عشان كده كده دي خلصت وهنا هندوق برضو هنشوف ايه الاخبار شوفته زي ما ورتلكو اللي قلقاس ترصح حلو قوي مش محتاجة تاني هنا هدوق اللحمة المفرومة بتاعتي بالشربة ونشوف محتاجة حاجة تاني ولا لا رائعة مش محتاجة اي حاجة اوكي دلوقتي هتفي عليها هاخد اول واحدة هرش كده شوية من اللحمة المفرومة لا مش لازم نحط كتير قوي علشان ما يقباش طبعا دي بترجع انتو بتحبوا تحطوا قد ايه هاخد برضو another layer دلوقتي بقى انا ورتلكو بتترص ازاي بس يعني ممكن ترصوها زي ما انتو عايزين ممكن حتى تحطوها كده الراسة دي مفيدة وحلوة لو هنقلب هنقلب السنية بشكلها جميل جدا بتابع اشكالها اندسية حلوة قوي بس هتخانس ان احنا مش هنقلبها انا بس مش عايزاهم يبو اوبرلابت رححطهم ايه كده لان افس اوبرلابت ما بيشربش الشربة بتاعتو كلها فما بيقباش بيطلع شوية ناجف اللي هي مجادش عليها اللحمة والشربة فقولها ينيد ان هما بس ايه يبو محطوتين وما يبوش وقفين طبعا كده يبو محطوتين يبو محطوتين بنظام ان هما كفر الطبقة اللي تحت وهنحط شوية تاني من اللحمة لو احتاجنا لحمة تاني ممكن نحط شوية تاني من هنا لان انا عايزة الوش يقب هو اللي عليه السوس كله عشان ما تنشافش مني اللحمة طبعا هتقبع الوش ممكن تنشف نحط طبقة تلتة هنا هنا محتاجة شوية برضو هنا كده نحطهم انت شاكين اشكال هندسية يعني اللي بيحب بيحب الماظر يا ابا جميل you can do that انا شوفت حد مرة بيعمل مكارونة بكريمة كده بيحط الاشكال هندسية فما تتقطع طبق كلها يعني ورا بعضها وشكلها حلو قوي بس يدنيت تدو ذات يعني بس في ناس بتحب انها توضب شكل الحاجة وهما بيرسوها طبعا دي الناس اللي بتحب تطبخ قوي يعني باللمون والتوم والكسبرة طعمه جميل قوي برضو ان شاء الله نعملها لكم قريب انا هحط بقى الباقي ده كده على الوش وطبعا لو احتاجنا شربة تاني ممكن نحط شربة تاني ممكن نحط بقى اللحمة عشان بجي اخر واحدة جيب بقى بعايزة كمية اللحمة كتير قوي عشان تغطشيها there we go we go طبعا هيك هتحتاج قالت البيت تاني لحمة اه على الوش دايما لو كلها مضغطية باللحمة بيكون احسن بس احنا anyway هنغطيها واحنا هنحطها في الفرن هتضغطها يعني ما نخافش قوي اه السوس الموجود طبعا لازم يكون على الالف هي نص كباية من السوس اه بعد ما تدخل لو حسيتوا ان السوس مش كفاية ممكن تزوده نص كباية ده خلصناه دلوقتي نزوقها الفلفلية الحمرة ممكن نعملها كده نصين ممكن ممكن حطها كده وكده وندخلها برضو الفرن ممكن الاتنين يدخلوا في نفس الوقت فيخلصوا في نفس الوقت اه دي طبعا الحاجات اللي احنا عملناها دخلها الفرن على تلتمية وخمسين زي ما قولنا اه طريبا هاتنور فوري فايف منت بكتير قوي اه وشوفوا اذا استاوت اه خلصت الشربة عايزة امور شربة طبعا اللي بيسوي الحاجة مش هقدر اقول كذا يعني الوقت بالزبط بس هي تلتمية وخمسين تلتمية خمسة وسبعين اه لغاية ما احس ان هي قريدي استبكت مع بعضها لان هي مستوية القلقاس مستوي واللحمة مستوية فهي بس عايزة تشرب من بعضها شوية اه احنا عندنا اتنين جهزين معمولين هجابهم ونشوف شكلهم ايه طبعا الاتنين راحتهم تجنن وايدي التانية الوقت هي نشوف شكلهم ايه بالزبط من جوه عامدين ايه نجيب طبقين خلصنا من السبايس عندي رز معمول رز ابيض مفلفل بيت شعرية طبعا احنا ايه مش عايزين نعمل بقى رز معمر ورز بالخلطة مع الاكلة دي لان هي فيها انف لحمة وانف كل حاجة فهنغرف طبعا شوية رز كده طبعا تقدروا تعملوه زي ما انتو عايزين عايزين تحطوه في قالب يتقلب في قالب او ممكن نحطو كده النصايد انا المعلقة بتديله الشيب اللي انا عايزة تقريبا كده هناخد شوية الاول من هنا من القلقاس بتاعنا زي ما انتو شايفين كله لحمة القلقاس دي اول واحدة وبيقى ما مستوي الطعم جميل جدا اغلب الولاد الصغيرين بيحبوا الطريعة دي اكتر وهنا المساقعة بتاعتي وانتو طبعا لاحظوا ان المساقعة ما فيهاش سمن كتير يعني مش غرقانة سمن اولا القاس ما بيشربش حاجة خالص فإس فاين بيقى بقية ولو حبيته زيادة سوس فيه ناس بتحب زيادة سوس فيها ممكن تحطه زيادة سوس ودي مساقعة القلقاس طبعا شايفين القلقاسة في صوت على الاخر فيارب يكون عجبكم النهاردة الحلقة بتاعتنا عملنا القلقاس مساقعة وعملنا القلقاس باللحمة المفرومة الاتنين طعمهم حلوة قوي وتغير عن تعملوا القلقاس بالحضرة يا رب اجربوه ويكون عجبكم واشتركوا حلقة جديدة من مطبخ فاولة باي باي موسيقى 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 موسيقى